ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثانية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشان مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركومانستان بشان الخدمات الجوية وكذلك بحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على المشروع كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشان مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الثانية وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على المشروع فيما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشان مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 وبعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء وملاحظاتهم قرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون هذا وقرر مجلس الشورى إرسال مشاريع القوانين الثلاثة التي تمت الموافقة عليها إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك المعظم خلال آخر جلسة قبل فضي دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وفق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 ليستكمل سلسلة الإنجازات المحققة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن من خلال اعتماد هذه الميزانية التي روعي فيها تحسين عدد من المجالات الهمة موافقة مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على الميزانية العامة للدولة هو إنعكاس واضح للتنسيق بين المجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب وأيضا إنعكاس إلى التوافق والتنسيق والتعاون اللي هو بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية اليوم نحن طبعا بعد اعتماد هذه الميزانية تبتدي هناك نوع من الخطوات التنفيذية اللي نعتقد طبعا للحكومة اليوم سلطة تنفيذية مستعدة تماما لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المشتركة اللي تمت خلال الشهرين الماضيين والتي تم من خلالها الحمد لله توصل إلى كل ما فيه لك مصلحة الوطن والمواطن وتطرق المجلس خلال هذه الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة توركمانستان بشأن الخدمات الجوية والذي يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار وتطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنفسية وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية وتمت الموافقة على هذا المشروع كما وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بهدف رفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه هذا المشروع يعتبر استكمالا لمراحل تطوير وتحسين محطة الدور ويهدف إلى تطوير شبكات نقل المياه المرتبط بالمرحلة الثانية والمحافظة على توفير مخزون مائي كافي ورفع نسبة الأمان في شبكات نقل المياه مصلحة الوطن العليا توضع فوق كل اعتبار في مجلس الشورى الذي تمكن خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس من تحقيق عدد من الإنجازات خدمة للوطن توفقاته على ثلاث مشاريع بقانون تهدف إلى خدمة المصلحة الوطنية ودعم المسيرة الديمقراطية من أجل التطوير والنهضة في كفة المجالات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين